اشتركوا في القناة في هذه الليلة المباركة نتلقى الرحمات الالهية والبركات الربانية في هذا المسجد المباركة علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وآله وصحبه سلم كيف نتلقى نصيبنا من هذه الرحمات التي افتحها الحق سبحانه وتعالى ويحيي بها العباد والبلاد The Prophet صلى الله عليه وآله وصحبه سلم taught us how to receive these blessings and those blessings or divine mercies are the ones that give life to the land and to the people فمما ارشدنا ودلنا عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه سلم بعض الاذكار والدعوات التي اذا قلناها ناخذ نصيبنا من هذه الرحمات التي افتحها الله سبحانه وتعالى Some of the things that the Prophet صلى الله عليه وآله وصحبه سلم taught us is certain things certain abkar that if we say we will attract the mercy of Allah سبحانه وتعالى فما قال المولى سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها As Allah سبحانه وتعالى said whenever Allah سبحانه وتعالى opens a mercy for people a door of mercy means no one can withhold it or prevent it فالمولى سبحانه وتعالى بيرادته القديمة ورحمته العظيمة يفتح للناس الرحمات حتى ليس للمسلمين فقط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها So Allah سبحانه وتعالى with his divine mercy he opens his mercies to non-muslims as well but there are special mercies that he sends سبحانه وتعالى ثم نحن المسلمون لنطرق إلى تلقي هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى Then we the believers the muslims we know the ways to receive these mercies of Allah سبحانه وتعالى من ذلك أن نتلقى الرحمات الخاصة هو أن نتلقى الرحمات العامة One of this is to receive the general mercies and the specific mercies الرحمات الخاصة تكون في بعض الأماكن كالمساجد وفي بعض الأوقات مثل آخر الليل The specific mercies are in specific places like mosques and in the last portion of the night والرحمات العامة التي افتحها الله سبحانه وتعالى كل صباح وكل مساء للناس تحيى بها العباد والبلاد And the general mercies are the ones that Allah سبحانه وتعالى sends in the morning and in the evening in order to give life to people and to the land فمما علمنا ياه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ نصيبنا من رحمات الحق سبحانه وتعالى أن نقول صباحا ومساء اللهم نسلوك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه One of the ways to receive the blessings and mercies of the day as the Prophet صلى الله عليه وسلم told us is in the morning to ask Allah سبحانه وتعالى for the goodness for the opening and for all good things that come from that day وكل هذه الألفاظ التي قراناها نسلوك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه هي فروع من الرحمة الإلهية من المولى سبحانه وتعالى and this dua that we ask you for is فتحه ونصره وبركته وهداه and his guidance these are ways to attract the mercies the specific mercies of Allah سبحانه وتعالى فلا توجد هداية إلا فرع من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يوجد فتح إلا هو فرع عن رحمة الله فإذا رحم الله إنسان فتح عليه إذا رحم الله إنسان هداه إذا رحم الله إنسان اختصه سبحانه وتعالى ونجاه so there's no guidance any guidance is a branch of the divine guidance of Allah سبحانه وتعالى any mercy is a branch of the divine mercy of Allah سبحانه وتعالى so when he opens the doors for someone then he elevates him and he benefits him with those فحتى عندما نتنبع آيات القرآن نجد قوله سبحانه وتعالى وَأَدْخَلْنَاهُ بَرَحْمَتِنَا فِي عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ and when we follow the Qur'anic verses Allah سبحانه وتعالى refers that we entered him through our mercy we made him from our pious servants through our mercy وَكَذَلِقَ يقول سبحانه وتعالى في حق الأنبياء فَإِنْ جَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرْحْمَةٍ مِنَّا فَقُلْ هَذِهِ الْعَطَايا فُرُعْمٌ رَحْمَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى and he says about another prophet that we saved him and we saved those with him through a mercy from us so all these gifts are from the mercies and guidance of Allah سبحانه وتعالى حتى الرحمات الخاصة التي تكون في المساجد نحن نتلقاها بالدعاء علمنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم even the mercies that are in the masjid in the mosques we receive them through dua as the prophet صلى الله عليه وسلم فَإِنْ جَيْنَا الْمَسَاجِدِ نُصَلِّي على نبينا المصطفى محمد لأنه مفتاح أبواب الرحمة نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي لأنها الموانع عن الرحمة اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ليس باب رحمتك أبواب رحمتك so when we enter the masjid we make salawat upon the prophet صلى الله عليه وسلم and his family and then we say oh Allah forgive me and then we say oh Allah open for me the doors of your mercy وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين قد يشعر بها وبعضهم قد لا يشعر بهذه الرحمة and this specific mercy from Allah سبحانه وتعالى some Muslims may feel it and some may not كل عطايا الله سبحانه وتعالى قد يشعر بها وقد لا يشعر بها all the blessings of Allah سبحانه وتعالى we may sense them, experience them or we may not حتى سمعنا الإمام قرأ قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها في الآية الأخرى قال وكذلك أوحينا في كل قرية أكابير مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ما يظنون أنهم يمكرون بأنفسهم يظنون أنهم يمكرون بالآخرين وما يشعرون ما يشعرون أن هذا مكر يعود عليهم أبدا كذلك الرحمة قد ما يشعر الإنسان أن هذا العمل يرث رحمة من الله سبحانه وتعالى أبدا فانظروا إلى هذه الآية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابير مجرميها إذن مجرمون أكابر ومجرمون أصاغر ولكن الذين يمكرون الأكابر والذين نفذون الأصاغر وكذلك جعلنا في كل قرية أكابير ومجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الشعور يعني الإحساس الرقيق تشعر أنت بشيء فما يشعر أن هذا مكر أبدا وأنه ينقلب عليه So in every town there are those the major people who cause corruption and they are the minor ones the major ones come up with the corruption and the minor ones implemented and they think they are plotting against الله سبحانه وتعالى but the feeling is not real وكذلك الرحمات عندما تأخذ نصيبك أنت من الرحمات قد لا تشعر وقد لا تحس أبدا أنك حصلت على شيء من الرحمة الإلهية And similarly with the mercies of Allah سبحانه وتعالى you may receive them without realizing that you have experienced them ولكن ترى أثار هذه الرحمة إذا حصلت عليها But you see the signs of this mercy when you get it from Allah سبحانه وتعالى أقرب وقت وأسرع وقت تريد أن تشعر بأثار حصولك على رحمة الله سبحانه وتعالى هو ثلثة الليلة الأخيرة هذا الوقت مباشرة تشعر أنك تحصل على رحمة الله وأنك تتلقى رحمة الله عز وجل The closest time and the best time to receive the mercy of Allah سبحانه وتعالى is in the last portion of the night before Fajr that's the time when you feel and experience the mercy of Allah في المساجد كذلك رحمات عظيمة قد يشعر بها الإنسان At the mosque there are great mercies we may feel them as well لذلك بعض الصالحين إذا دخل المسجد لا يتمنى أن يخرج من المسجد أبل لأنه يشعر ماذا يحصل عليه داخل المسجد Some of the pious when they enter the masjid they wouldn't wish to leave because they experience the blessings and mercies of Allah سبحانه وتعالى when they at the masjid والمشاعر داخل المساجد تختلف and the emotions and feelings inside the mosque are different فبعضهم يشعر بنسبة هذا البيت أو هذا المسجد إلى الله سبحانه وتعالى فيدخل مهتاب كما تدخل أنت قصر أي ملك عظيم من ملوك الدنيا كيف يدخولك عندما تدخل قصر الملوك أو قصر الصلاطين لذلك يقول الإمام العارف الشعراني أحمد بن علي بن عبد الوهاب الشعراني من عيان القرن العاشر يقول كنت عندما أدخل المسجد لا أقدر أن أتجرى وأدخل لبيت الله بمفردي أنظري إلى أحد من المسلمين فأدخل خلفه هيبة من الله سبحانه وتعالى الله أكبر إمام شعراني one of the 10th century imams he said when he used to enter the masjid he wouldn't enter on his own he'd look for somebody else because out of all that he has of the masjid then he'll go with them inside the masjid ولكن كما قلنا هذه تبقى مشاعر قد يشعر بها رقيق القلب والمحافظ على السنة وقد لا يشعر بها المسلم العادي المسلم الذي قد لا يبالي هل دخل المسجد بقدمه اليمنى أم خرج بقدمه اليسراء لا يبالي ولا يدقج هل ركع ركعتين هل أتى بالبدائل عن تحية المسجد لا يبالي بهذا قد تختلط يعني البوصلة القلبية حقه ولا يشعر بشيء قد يكون عنده خلط بين المسجد وبين المدرسة وبين المسجد وبين المسجد who wouldn't even think about entering the masjid whether it's with the left foot or the right foot according to the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and they wouldn't, they'll have this their spiritual compass is not working they think this is a classroom or something else they would not think it's a masjid so their behavior is according to the way they perceive the masjid مثل المسلم الذي في رمضان وقد خرجنا من رمضان العظيم وقلونا شوق إلى رمضان المسلم الذي في رمضان يعني يتساهل هل أفطر على التامر أم لا هل بدأ بالتامر أم لا هل أفطر على وتر من التامر أم نفطر على وتر من التامر هل ركع ركعات الوتر في رمضان أم لم يركع ركعات رمضان فإذا حصل منه الخلل في مثل هذا ليس غريبا أبدا أن يحصل الخلل منه في تعيير القلب فلا يقابل ليلة القدر ولا يصادف ليلة القدر ليلة القدر مرسلة من الحق لأنه لا يقابلها أبدا وليس غريبا كذلك إذا المسلم أنتبه من الدقة السنة النبوية في ليلة القدر نقول لك أنا شعرت بليلة القدر أو رأيت ليلة القدر كما يقول الإمام الناوي أو السيدة عائشة وغيره من الصالحين سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ سيدة عائشة قال رضي الله عنها انظر كيف نحن نتخلق بأخلاق الله عز وجل يحب العفو سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى loves pardon بعض الناس يحب الانتقام من أذى يحب أن يؤذيك من ضره يحب أن يضاره بعض الناس ليس كذلك متخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق الصفو من عباد الله لا يعلق بقلب أذية تحت يسامح أعلى سمحة نحن نقول أننا نتلذى الرحمات في هذا المسجد العظيم وفي كل مسجد رحمات خاصة ليست الرحمات العامة نقول أننا نتلذى الرحمات في هذا المسجد وليس الان أثارها هذه الرحمات لها هذه المسجد لها تشعرها كما قال المولى سبحانه وتعالى مخاطبا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخاطب الأول أمام حضرة الربوبية يقول له ربه سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله الرحمة الظاهرة نرى آثارها مثلا الأمطار والغيوث فنرى آثارها كيف الزرع وكيف الأرض تخضر وكذلك الرحمات الباطنة التي تنزل على القلوب نتلقاها في المسجد ونتلقاها آخر الليل كذلك أيضا نرى آثارها وكذلك الرحمات الباطنة التي تنزل على القلوب وفي مثل تلقي الرحمات الخاصة الكبيرة في آخر الليل أول أثر من آثارها من آثار هذه الرحمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح المسلم طيبا نفس نشيطا يصبح المسلم إذا قام قبل الفجر طيبا نفس تأتي آثار الرحمة فرحا مسرورا متفائلا قوية الإيمان بربه عز وجل آثار هذه الرحمة متعددة على المسلم نص الله يوفر حظنا وحظكم من هذه الرحمة كما في هذا الحديث إذا تلقى نصيبه من الرحمات في آخر الليل أصبح طيبا نفس فرحا مسرورا إذا الرحمة من الله سبحانه وتعالى تشرح الصدر وتفرح القلب والأهم من ذلك والذي نحتاجه في زمننا هذا أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات خاصة تصحح الفكر تصحح النظر تغير فكر الإنسان فيخاف مما ينبغي أن يخاف منه ويحذر مما ينبغي أن يحذر منه إذا اختل تلقي هذه الرحمة من الله قد يختل الميزان عند المسلم يخاف من ماذا ويصدق ماذا ويقدب ماذا إذا هناك ممنوع في مرسات تحت تستطيع استردامها ثم لا نعرف ماذا يخاف في المرسك أي إشاعات حتى ولو كان مصدرها غير موثوب قد تربق هذا المسلم أي شريطات حتى من وضعات قليلتها قد تغيير نظرة هذا المسلم قد تغيير نظرة هذا المسلم انظروا مثلا هذه الأزمة التي مرت على الناس أزمة كوفيد و أزمة كورونا اختلف الناس النساء والرجال والمسلمين في تلقي هذه الأخبار والتعامل معهم مع أن كل المسلمين يعرفون أن هذا الفيروس محرك بأمر الله سبحانه وتعالى ليس هو ينتشر بذاته ولا تلقائياً سواء كان هذا الفيروس مصنع أو سواء كان مخلوق دخلته بشر لكن في النهاية ينوم أنه محرك بأمر الله بيرادة الله هل لحد يعتقد أنه يتحرك بذاته؟ ومن ثم التعلم أنه تكون محرك بيرادة الله سبحانه وتعالى لكننا نستطيع نفسه وانه يعتقد أنه يتحرك بشكله أو يعتقد الله بيرادة الله انظر هذا الفيروس الصغير الذي لا يراب العين و الذي عندنا يقين أنه محرك بأمر الحب ولحكم من الله سبحانه وتعالى وأن لا ضار ولا نافع في هذا الوجود إلا الله وحده جل جلاله وأنما توجد هناك أسباب هذا سبب للضر هذا سبب للنفع هذه الجائحة أربقت الناس وأربقت العالم وربما حتى غير المسلمين بينما أقوي الإيمان لا يربقهم هذا الأمر لأن سورتهم صحيحة إلى الأمور والأهم من ذلك لم يحصل لهم أرباك داخلي كانوا يعلمون أن الأمر لله سبحانه وتعالى وما أهم أنهم كثيراً لنفسهم لأنهم يعلمون أن شيئاً لا يحدث من الله سبحانه وتعالى أنا كنت أقابل بعض الناس في خلال هذه الجائحة حج أسمى وكنت أقول لهم لماذا لا تقوموا بالأسباب وهم شوخ كباع في السن في السبعين في السستين لماذا لا تلبس القمامة لماذا لا تعمل كذلك هذه أسباب مشروعة كيف أنك لا تخاف لماذا لا تزعي ska dentellك خوف انظر إلى الناس كيف وانا الخوف داخلي غير موجود أستخدم هذا ولا أستخدم هذا الشباب يستخدمون هذا أنا رجل شائب حتى لو متت خلاص عمري ينتهى لا أخاف هذا موقف ونحن لن نتكلم عن صحة من خطأ ولكن نتكلم عن اليقين الذي داخل هذا نحن لا نتكلم عن مستقبل أو مستقبل يعني في بعض القراء في وحدة الدول العربية الإسلامية طبعا القراء قد يكونوا بمنزلة العلم والوعي ودائما نحن المسلمون نبني وعينا من القرآن ومن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتخوفاتنا مما يقوله القرآن وما يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظروا بعض البلاد العربية ذالت لهم الحكومة المحلية أنتم لا يمكن تدخلون هذا المكان محل التعامل مثل البلدية إلا بالكمامات ممنوع أحد يدخل هذا المكان فالناس في هذا المكان يريدون أن هنا أعمالهم وقد لا يكون النظام في بعض البلاد يعني مثل النظام صار في بعض الدول الأخرى فالناس لا تدخل هذا المكان إلا بالكمامة فماذا يعملون؟ ماذا يعملون؟ الناس يجلسون طابور خارج هذه المصلحة وكل أحد يلبس القمامة وكل أحد يلبس القمامة إذا خرجوا أعطي صديقها القمامة استخدام فخمسون شخصهم يتداولون قمامة فالمسؤول يقول ليس الغرب أن تلبسوا القمامة الغرب أن تحفظوا أنفسكم نحن نقف هنا عن ماذا؟ عن عدم الخوف عند هؤلاء الناس كيف لم يرتبقوا من الإعلام ومن الإذاعات ومن الضجة يعني حضرتوا افتتاح المسجد في أحد المدن أثناء شدة الأزمة والناس ممنوعين يتقربون وفي قرية صغيرة خرجنا للدعوة المزارعون والقرية فارحوا بافتتاح المسجد فخرجنا مع الناس نفتتاح المسجد أي سايعني حضر شديد ومنع قوي فالمسؤولون ونحن نقول جزاهم الله خير لأنهم يعني ينتبهون من صحة الناس ومن عافية الناس فقالوا للمزارعين هل تعلمون الأخبار؟ أنتم ما تقرأون؟ قالوا للمزارعين هل تعلمون الأزمة؟ هل تعلمون الأزمة؟ الآن منذ شهر في وباء عالمي في جائحة ممنوع افتتاح المسجد كل مزارع يذهب إلى مكانه كل مزارع يذهب إلى مكانه فالمزارعون يعني تجمعوا أمام المسؤولين لذي نقول الناس ابعدوا فالفلاحين قال المسؤول هذا مسجد جديد لا يوجد كورونا والمساجد القديم فيها فيروس هذا مسجد جديد لذي قالوا للمزارعين انظروا للمزارعين يوجد كورونا ولكن الناس لا يوجد سبحان الله إذا أردت أن تضحك وإذا أردت أن تبكي لك نحن نريد أن نضرر حاجة أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى تجعلك تخاف من ماذا تخاف من من ومن ماذا الذي يستدعي الخوف الحقيقي الإسلام لا يقول للناس لا تخافون الخوف غرزه الله عز وجل في قلب الإنسان حفاظا على مصلحته حفاظا على جسمه الذي لا يخاف أبدا أقرب إلى الجنون ولكن الخوف المدموم عندما يخرج الإنسان عن طبيعته المعتادة يتحول إلى جبن استعاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الجبن والخوف مغروس في طبيعة الإنسان الخوف الصحيح الذي يبعد عنه المظار حتى عند الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج من فرعون قال سبحانه وتعالى فخرج منها خايفا يترقب ليس خوفا مذنون يخرج عن طوره البشري إلى الجبن وإلى أحد الغير الطبيعي خايف يترقب ويحذر ماذا يحذر فكذلك الخوف لا نقول المسلمين لا تخافوا لكن نقول المسلمين لا يصل بك الخوف إلى هذه الدرجة وكأنك نسيت أن لله أن لك رب وكأن نسيت أن لهذه الفيروس محرك يحركه الله حسب القضاء والقدر يصيب هذا ويبتعد عن هذا فإذن هذه الرحمات التلقاها تبني ذواتنا باطنيا وتبني وعينا حتى تكون سلتنا بالله سبحانه وتعالى حقيقية وإيماننا بالله سبحانه وتعالى حقيقي ليس إيمانا سوريا فقط انظروا الإيمان الصوري هذا مغروس في طبيعة أي إنسان لا ينقر هذا الإيمان الصوري إلا معاند حتى من يدعي للحاد هو دخله نوع إيمان موجود ولن أقرأ لكم تقارير ودراسات التي تؤيد هذا ولا التجارب التي تؤيد هذا هذه في الدرجة الثانية لمن لا يعرف عظمة القرآن أما من يعرف عظمة القرآن نقول وقال الله سبحانه وتعالى ولكن للذين الذين يعرفون القرآن نقول لهم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اسمع إلى أكثر من قم أكثر من عشرين آية تتكلم عن القفار القريش الذين كانوا يعبدون الأصنام فإذا أصابتهم أزمة أو أصابتهم شدة أو أصابهم هلع تنبهت عقولهم إلى أن هناك قوة خفية دير الكون الله سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج قد ظللي دعوا الله مخلصين له الدين كيف تعبدون الأصنام وتدعون الله الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر يقول سبحانه وتعالى لأن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم تدعون من دون الله كيف تقولون الله وهل الذي تعبدونه ماذا ينفعون إذا إيمان سوري ليس حقيقي قرأت في كتاب لبعض المفكرين المسلمين كان يتخلم عن الإلحاد وكان يوجد جماعة من الطيارين وكانوا يقولون لا إله ولا رب ولا أي شيء مثل هذا الكلام فلما صبت الطائرتهم يعني التسجيل هذا الذي في الطائرة الذي سجل حوادث الطائرة آخر السياح لهم والطائرة يعني تهوي وهم كانوا يقولون لا يوجد رب ولا يوجد إله فالتسجيل يسجل وهم يسجحون يا الله يا الله يا الله فإذن نحن نريد أن نكون إيماننا حقيقي ليس إيمان حول الناس حتى الإمام الناوي رحمه الله تعالى قال هذا الإيمان السوري الذي يوجد عند غير المسلمين يعني لا ينفعهم في الدار الآخرة في النجاح ولا يسلمهم في الدنيا على الأحكام هو إيمان صورة يتلفظون فقط إمام نووي رحمه الله تعالى يتحدث أن هذا الإيمان الذي يوجد أصبع المسلمين هو الإيمان وليس يمتعهم في هذه الحياة لأنهم لا يمتعهم في تجهزة الله سبحانه وتعالى ولا يمتعهم في الأنزل والصور لا تعمل شيئاً إنما نريد الحقائق الإيمان ليس صورة الإيمان المشارات لا تفعل شيئاً لكننا نريد الحقيقات الإيمان صورة الطعام لا تشبعك صورة الأفعى أو الأول أول 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 أسد لا تفزعك إذا تخذ صورة حل تفزع أحد لكن الأسد الحقيقي صورة الإيمان كذلك يرتبق معها الإنسان من الإشاعات ومن الإذاعات وخصوصاً عندما تكون من غير المسلمين فلا نرتبق نحن المسلمين أبداً لأن عندنا ثوابت في كل شيء وعندنا مجهر نبوي يحلل كل شيء إذا سمعتم مثلاً أعلنت وكالة ناسا أو وكالة الفضاء أنه سيرتطم نيزق بالكوكب الأرض وسمعتم في الأخبار أن هذه أخبار مؤكدة وثقة وأن الأرض ستنتهي وبدأ العالم كله يأخذ الاحتياطات وأن هذا يخبار موثوق مصورة نحن المسلمون لا نرتبق أبداً وأن عرف أن العالم لن ينتهي أبداً ما لم يتكلم ما لم يحصل هذا أطمئن إذا سمعتم أنها تقع أخبار وحروب عالمية وربما مجاعات وجاء هذا في الأخبار وفي القنوات نحن نحلل هذا بمنظار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناه ، يصل ادخلها مع the microscope 우리가 ا Taylor المنظار النبوي هذه حل مما خطأ من الظالم الذي يكون لديه حيات كريم العاو丝 والمصاع Guys المرصد للحقوق الإنسان الأرض قال مرصد النبي محمد عليه وسلم الله أكبر there is a special مرصد that's called the prophetic مرصد of the Prophet صلى الله عليه وسلم place of analyzing the perception of the Prophet صلى الله عليه وسلم the way the Prophet صلى الله عليه وسلم understood him he did not leave his followers his ummah in vain or without guidance and he did not leave his ummah follow anybody who says anything despite our respect for all those who say all kinds of things with our respect to knowledge while we respect also discoveries while we respect different analysis but he doesn't control or direct us and doesn't change our decisions and does not come between us and the things that we do in our life what changes our decisions is our Lord subhanahu wa ta'ala when do we come when do we leave when do we get scared and from what we get scared of we're not scared of death because it's a reality and it will never be brought back or forth and if you take a hundred precautionary means for it not to come to you it will come at a specific time we just change our perception of death and we take our detested fear of death if you perceive it as the meeting of Allah subhanahu wa ta'ala and it is the gate into eternal bliss and it's the gate into the absolute giving from Allah it's the gate that changes your state from one state to another one that's better than it you are in the station now of being a human being body and spirit and you have different passions and desires and the soul has its own desires and its own requests it want to feel this intimacy with Allah subhanahu wa ta'ala it want to be comforted in prayer it want to rejoice in the last portion of the night the body has its own requirements it brings the spirit down the spirit wants to wake up in the last portion of the night and wants to experience the divine closeness and the physical body wants to bring you down you are in this conflict the body wants its desires and requirements nourishment and food etc and the spirit wants its nourishment and requirements therefore we cut off these requirements and these desires we don't deprive it fully because our greatest example and role model is the chosen prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he used to fast and he'd break his fast and he'd sleep and wake up sallallahu alayhi wa sallam he was no celibacy he wasn't a priest he used to get married and he would instruct his followers to get married as well but he gave his blessed spirit its due and his blessed body it's what's due to it the problem with some Muslims doesn't give the spirit its share or its due at all doesn't have a portion of Qur'an or a circle of Qur'an he goes to doesn't have a circle of knowledge that he or she goes to doesn't have a circle of remembrance of Allah that he or she goes to القرآن غير الذكر the Qur'an is different to the remembrance of Allah but in a circle or with a group of people not necessarily a circle المهم تنجلس مع جماعة as long as you sit with a group of people those who remember Allah 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 Ya Rabbi صلي على محمد Ya Rabbi صلي على محمد ذكر فقط just remembrance of Allah ليس علم not knowledge not sacred knowledge العلم مع الذكر sacred knowledge with the remembrance هذا ذكر وهذا علم this is remembrance and this is sacred knowledge وسبحان الله يعني ربنا عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لماذا أسألوا أهل الذكر وليس أهل علم لماذا أسألوا أهل الذكر وليس أهل العلم لأن العالم العالم مقيد بالعلم because the scholar is restricted by knowledge العالم الذكر مقيد بالمنفع لك but the one who is in state of remembrance is restricted with the benefit that you receive back from the vikir the jurist will give you the ruling take this verdict whether it's good for you or not whether you agree or not whether it increases your faith or decreases it you are restricted but the remembrance a scholar who is also in the state of remembrance will see whether this verdict will bring benefit to you or not a jurist who is also in the state of remembrance will give you the verdict which will increase your faith in Allah and this is the way of the Quran and the way of the blessed prophet جاء الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهلة فأعطاهم جواب آخر يسألون عن الاهلة أعطاهم الجواب النافع هي مواقيت للناس والحج في الحديث الصحيح البخاري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصحابة يوم الإسرة والمعراج رأيت قصر من لولة أبيض وعنده أم حرام بنت ملحان فقلت الملك جروري من هذا القصر فقال هذا لعمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله حضر the prophet صلى الله عليه وسلم as Habib mentioned in the narration that in the night of ascension معراج he saw a palace a great palace and he saw a lady there أم حرام so he asked about the palace and it was said to him this is the palace of سيدنا عمر بن الخطاب وورد بسند صحيح في غير البخاري and it was transmitted with a sound narration in أبض البخاري أن بعض الصحابة قال يا رسول الله هذا القصر لعمر بن الخطاب فماذا رأيت لنا نحن يا رسول الله some of the صحابة said oh messenger of Allah this palace belongs to سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه what have you seen for us انظر كيف لم يعطيه الجواب على وفق مسأل أعطا الذي ينفعه ليس هو في بالو أن هذا نفع لكن أعطاه الرسول أعظم من هذا صلى الله عليه وسلم he didn't give him the answer just the answer he gave him something that will benefit him صلى الله عليه وسلم ثم جوابه عام ليس خاصا به and then his answer is general not specific to the question بل ليس حتى خاصا بالصحابة الذين كانوا أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم it's not even just special to the companions who were in the presence of the Prophet صلى الله عليه وسلم for the entire أمة فقال صلى الله عليه وسلم وأنتم يعني المخاطبون والمراد وأنتم من قرأ منكم سورة الإخلاص عشرا بعد الفريضة بان الله له قصر في الجنة so he facilitated for them he said you too if you recite سورة الإخلاص قلوا الله حد ten times after your فريضة after your obligatory prayers الله will build a palace for you in جنة ومن قرأها عشرين بان الله له قصرين ومن قرأها ثلاثين ومن قرأها أربعين إلى آخر الحديث and if you read it twenty times in two palaces thirty times three palaces it said till the end of the حديث فقال الصحابي إذن تقصر قصورنا one of the companions said then we'll have many palaces in جنة تلقى قصور الخلود these are the eternal palaces هذه قصور مؤقتة these palaces here are temporary 80-90 years then we're out of it تلق قصور الأبد but we're talking about the eternal palaces مليارات السنين billions of years تشبوا فلا تحرموا you get young and you never get old تسعدوا فلا تبأسوا you be happy and you never get miserable or sad ليس مليار سنة ولا مليارين سنة not one billion or two billion years مئة مليار سنة a hundred billion years لا تظهر فيك شعرة واحدة بيضة not even one gray hair مئة مليار سنة one hundred billion years لا تشعر بألم في رقبتك ولا في يديك you never feel any pain in your needs قصور الخلود the eternal palaces هذه قصور الدنيا the palaces of the dunya are temporary قصور الآخرة the palaces of the hereafter ليس فيها حمامات there are no bathrooms there no restrooms أضخم قصر في الدنيا لا يستغني صاحبه عن مكان الحمام the greatest palace in the world it has to have a number of bathrooms تلق قصور النعمة الأبدية except for the eternal bliss قيمتها the value of it 10 times of Surah Al-Ikhlas لكن الواحدة من Surah Al-Ikhlas ملأ الكون كله but each of Surah Al-Ikhlas fills the entire world إذا قرأتها بالتعظيم قل هو الله أحد الله الصمد انظر أنت لن تهتز الكون الذي حوالك سيهتز when you read it with veneration and respect then the whole world changes around you when you recite Surah Al-Ikhlas وآله وصحابه وسلم دلهم على الأفضل انظر لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي وانت رأيت لك قصر كذا وانت رأيت لك كذا ماذا بيستفيد نحن what if he said صلى الله عليه وسلم in that answer when they asked him موات سيدنا عمر what if he said I saw your palace and your palace how would we have benefited we here at this time we would have increased our knowledge وشرف هذا الصحابي عند الله and the honor of that companion with Allah لكن الآن عندما نقرأ Surah Al-Ikhlas بعد كل صلاة مئة مرة ما شاء الله جربها but now when you recite Surah Al-Ikhlas after the obligatory praise a hundred times mashallah try it try a hundred times the Surah Al-Ikhlas you will feel a serious a real joy in the heart if you're given a million or a billion dollars ماذا سيتغير فيك how will it change you هل ستزداد قوة will it increase your physical strength ستاكل طعام كثير will you eat more food ستعمل مشاريع ستشعر بفرح وهمي أنك ملكت شيء أنت في الحقيقة لا تملك شيء ستتركه في يوم للأيام بعد أن تفعل كل هذا ستكون هذه مغربية لأنك تشعر أنك تشعر أنك تشعر لكن انظر لما تقرأ Surah Al-Ikhlas مئة مرة جربها بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد الهجر ستشعر بفرح حقيقي ستشعر بفرح وستشعر لقصورك تلك في الجنة وستشعر أين زوجاتي من الحور العين أين زوجاتي من الحور العين هذه تجعلك مشتاق هذا سيجعل لك يار وترى أعظم من هذه الحياة وستشعر أكثر من هذه الحياة العمل الصالح بفرح وإيمان وإيغان وإغاني ويغير النظرة حتى نظرتنا إلى الموت ستتغير بعد ذلك ستتغير بعد ذلك سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يا رسول الله يكره الموت كلنا ن mikulu ، س tirar الله من نقضي قال ، لازع الرقم هذا ليس م sono حل الإختبار ل ، فلس aktualي إذا أقضي التالي ، عيشة وهو ص geez ويأتي المس beau Ngamur هذا مهل من التعظب بذلك هو النعم هذا الثواب الاعتقال هذا الثواب الاقتoxide هذا الثواب الأخلاق هذا الثواب عليل هذا الثواب وريدlett أتعلم على الم ex والمتكبرون وإذا جاءتهم هذه اللحظة يتمنون الدخول في الإسلام من النماذج التي ذكرها القرآن في جبروت البشرية وطاغوت الإنسان هذا الرجل المسمى فرعون الذي حكم مصر هこう نوع من السؤال بطارعنا الذين حكم المصر في أسرة الفرعونية التاسعة عشرة الس Cooper Denwal 这么 كان المنظر الفرعوني قائف العشرة أسر dimensi منع VERY 7000 سنة هذا الفرعوني العشرة حكمت اسرrole This man ruled Egypt and he murdered children and he had so much of tyranny and power, might. Look when he reached the end of his life. Allah subhanahu wa ta'ala said when drowning reached the Pharaoh and now all the barriers are removed from his eyes. He said I believe in what the children of Israel believed in and I am from those who submit. Allah subhanahu wa ta'ala rejected this faith because we are required to believe with the unseen, without seeing. That's why Allah subhanahu wa ta'ala did not send us miracles to unveil the truth to us. He left us to think with our intellect. It was within the decree, it is within the decree and the will of Allah subhanahu wa ta'ala for us to see the way, the inanimate things glorify Allah subhanahu wa ta'ala. على الأشجار يدهب أي إنسان إلى الغابة فيسمع الأشجار تقول لا إله 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 إليه إله إ statut. It is in the power of Allah subhanahu wa ta'ala that any human being can go to a forest and hear the trees glorifying the praises of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala did not do any of this لأنه يريد البشرية أن تؤمن ويريد الإنسان أن يؤمن بالفكر والقناعة وليس بخلق العادة لأن الله سبحانه وتعالى wants us to believe through our intellect and through conviction in the heart not through miracles think reflect and look at those who came before us where are they and look at the entire history any of them has been able to prevent death from reaching him or her did any of them claim to have created anything did you read in fictional stories that there was a king who claimed that he created the mountains and other things or created man or created elephants or created insects anybody claim that I've created out of nothing only one the one and only and nobody ever can come between him and this claim look at the creator says I created this and then somebody comes and says who created this when the Pharaoh reaches this reality and this reality will be unveiled to everybody and this is one of the examples of those who lived on earth with tyranny and injustice and oppression and this is one of the examples of those who lived on earth and they said because he mentioned the name of Allah subhanahu wa ta'ala or he said I believed in what they believed in Allah subhanahu wa ta'ala saved his body for him so in this temporary life the most precious thing we have is our belief in Allah subhanahu wa ta'ala this belief is not a man made thing it is from Allah subhanahu wa ta'ala and it's not through the mother or the father it's not through a sheikh or a scholar this is from Allah subhanahu wa ta'ala we are believers because of the guidance and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala when you recite the Quran abundantly and you get up the last portion of the night and you remember Allah subhanahu wa ta'ala in your heart an eye will be developed it's called the inner vision this eye this inner the eye of the heart will experience the reality that it is from Allah subhanahu wa ta'ala no one can guide anybody else if it were for anybody to guide anybody else then the prophet the beloved sallallahu wa ta'ala would have guided other people if guidance to Islam were through intelligence and the level of IQ then you will find these philosophers and scientists they'll be the first to embrace Islam if Islam was through celibacy or just sitting in somewhere and worshipping then you would have found the priest to be the closest or the most guided but Islam and guidance through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala وفي هذه الآية قرأها الأخ وكذلك اجعلنا في كل قريةنا كبيرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون لبنفسهم يشعرون وإذا جاءتهم آيتهم قالوا المؤمنين حتى نوتا مثل موتية رسول الله الله أعلموا يحيثوا للعالمون السابعته سيصيب الذين أجرموا صغاروا عند الله وعذابوا شديدوا ما كانوا يمكرون في الآية التي قبلها دلالة على إن الهداية والضلال هو من الله subhanahu wa ta'ala يحدي من يشأ ويضل انظر كيف يحدي ويضل ليس الإنسان هو يتضلل أو يضلل لغيره من فوق يحدي ويضلل الآيات التي قرأتها من الحافظ في المؤمنين يظهر أن المؤمنين الحقيقية المؤمنين الحقيقية من الله subhanahu wa ta'ala إذا الله لا يطلب هذه المؤمنين ومؤمنين الحقيقية ثم لا يستطيعها من أجل أعظم عطية لنا من الله subhanahu wa ta'ala أن جعلنا على هذا الصراط المشتقين نطلب من الله في كل صلاة إهدينا الصراط المشتقين إهدينا الصراط نحن هادون نحن مهتدون ولكن ثبتنا على هذا الصراط المشتقين The greatest gift that we ask of Allah subhanahu wa ta'ala is when we say guide us on the straight path we are guided but we ask Allah subhanahu wa ta'ala for steadfastness being on this straight path انظر الصراط المشتقين ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض ولا يمن ولا يسر المشتقين The straight path it's not raised it's not lowered it's not crooked it's straight واضح it's very clear خمس صلوات five daily prayers the zakah the fasting the hajj there's no ambiguity there it's very clear it's full of choices if you can't fast then pay the ransom for it if you cannot pay the ransom then make it up a person who passes on while he still has some fast to do then one of his family friends can do it for him you can either pay or you can make it up a person who can't stand up and pray they can pray while sitting a person who can't pray in the masjid he can pray at home the farm many options are available you take the easiest for you the path to jannah praise be to Allah for this guidance from him and we ask Allah SWT to make it steadfast and the steadfastness of it is through receiving from Allah SWT and receiving the mercies of Allah SWT is various even when Muslims shake hands when they meet and shake hands a hundred mercies descend upon them ninety portions of mercy for the one who is better in character شرّاح الحديث يقولون أن هذا تشبيه بالحقيقة لأن رحمة الله لا تقسم with the commentators of حديث they say the mercy of Allah cannot be divided why do you say ninety for the better in character ولكن كناي أن هذا حصل على أعظم الرحمة من الله but this is an allusion that this person or alluding that the person with a better character received the greater portion of the mercy of Allah SWT then look how important the inward of a person is based on the inward they receive the mercy of Allah it depends on the spirit how much your spirit can handle and take from the mercy of Allah SWT أحيان عشرة آلاف تنزل عليهم رحمة يأخذون قليل منها sometimes ten thousand people mercy descends upon them and they take a very small portion of it وأحيان شخصوا أحد تتصاقط على رحمة الله and sometimes one person will just be inundated with the mercies of Allah SWT كلما كان الإنسان أكثر أخلاق وأزكابات حصل على رحمة الله the more purified you are and reformed in character the greater you are with Allah SWT ومثال هذا في التواف and the example of this is when we go around the Ka'bah in the authentic hadith قال صلى الله عليه وسلم ينزيلوا كل يوم على هذا البيت مئة رحمة the prophet صلى الله عليه وسلم said every day a hundred portions of mercy descend upon this house of Allah SWT إذا ذكرنا يعني الكعبة وذكرنا المكة دايما قلوبنا تحنتنا صلى الله عليه وسلم يوفقنا وياكم الحجبة الله الحرام every time you mention Ka'bah and Medina أوهات يان فو Ka'bah and Medina يسلميها الله سبحانه اللاوز to visit دايما نقول للشباب من ضمن أولوياتك في الحياة وهدافك الحج واجعل من أمنياتك في الحياة أن تحج الحج ليس بالمال فقط من دعوة through calling to Allah SWT and through divine success when Allah SWT called you to his house you will certainly fulfill that obligation لو كان الحج بالمال فقط لكان أكثر الحجاج والمعتمرين الأغنية لكان أكثر الحجاج والمعتمرين والحمار لكان أكثر الحجاج والمعتمرين ليس بالمال بدخوة إبراهيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالك وعلى كل ظامر ياتينا من كل فج عميد اجعل في أولياتك أن تحج وتتمنى أن تحج وتطلب من الله عز وجل في آخر الليل وبعد الصلوات أن تحج وبعد كل مشهوله بمنا merde عندما ن tittل بعض الشباب عند我們 bitten بعض Watson ما هي ترتيبك في الحياة؟ ما ساءل Aud ready to do ما ساءلع ماذا ستنصل تعمل في الحياة؟ ما ستكون ترتيب في حياة؟ ما ستعدديك في حياة؟ يقول أن أريد أن يجب أن يك scores أريد أن أكمل أن أتعلق لديا ثم ثم Cلاب ما ستريد؟ أو أريد أن أجد كثير أجد تجنة ثم أ invert ثم ثم أ print لن أفعل مج Ergeb أبل أن أ Bu imal ماذا عن حج؟ لا يوجد حج؟ هذا هو آخر شيء إذا كان الله يجب أن يسر الحج هذا ليس كذلك هدف وعمل أساسي في الحياة من عمر كله من عمل العمر كله من أعمال العمر كله أن تقول عند كانية الحج بيت الله الحرام يدخل مكة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة و هو حي في قبره و كل الأنبي أحيى و الشهد أحيى و الشهد أحيى إذا انهبت إلى المدينة تلتنظر إلى الشباك هذا انظر إلى ما وراء الشباك و تسلم على النبي الحاضر لا تسلم على الجسد الجسد الشريف في مكانه تري لكن أنت ستسلم على روح تراك من خلف الشباك وتسلم عليك وتعرف من يسلم عليك ليست محصورة في مكان ليست محصورة في مكان ما الأكوان كلها روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من أي بقعة كانت من أي بقعة تخاطب الرسول خطاب الحاضر ليس خطاب الغائد من أي بقعة تخطاب من أي بقعة تخطاب من أي بقعة تخطاب السلام عليك أقاف خطاب و نسلم على روح حاضرة مثل إذا زرنا القبور سنة زيارة القبور لقفة أمام المقابر وصلنا أول المقابر وأوة لع eureقومان سننا يفضل profound سننا نفط النسجل هل نفط الانات هذه الجسد ميت هذه الجسد ميت لاحقا لا يزال ل tikdy هل نفط هو التراب هل نفط الانات هل نفطع العظام هل نخط العظام هل شخص عاقل يسلم على جسد له أربعون سنة وخمشين؟ أي حياة في الجسدها و هل يسمعك هذا الجسد فضوها التراب والحجارة؟ أم نسلم على عدم؟ السلام عليكم حاجة غير موجودة؟ أي شرع هذا يسلم على عدم؟ السلام عليكم غير موجودة؟ يسلم على أرواح حاضرة؟ وأعظم روح روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمع وترد السلام نحن مخلوقون من الجسم ومن التراب جسم مخلوق من التراب ويعود في التراب ويقوم بسرعة من الجسم والروح إلى العالم الأعلى ثم نقوم بإمكاننا سابقا في الجمعة أن الجسم الإنسان هذا الظرف للروح وشرف الجسم بسبب مجاورته للروح إذا ارتفعت الروح غاب البصر غاب السماع غابة الحرفة فصار الجسم وعندما ترغب فصار الجسم هذا شرفه ومنزلته بسبب الروح التي هي من عالم الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى الجسم من عالم الخلق تحت تصرف الأطباء شرحون ويقطعون ويدرسون ويعملون ما يشردون في الجسم ويعملون ما يشردون في الجسم لكن الروح من عالم الأمر هي بيد الملايكة الكرام العظام عندما ترتفع الروح عندما ترتفع الروح إلى العالم الأعلى إلى الله سبحانه وتعالى هذا الجسم في التراب هذا الجسم يرغب إلى الأرض مثل الظرف إذا اشتريت ساعة أو خاتم أو أي شيء أو حتى طعام اشتريت طعام من المطعم بعدما تأخذ الطعام ما هذا الظرف ترميه فالجسم يشرفها بالروح والروح تتغذى ذكرت سابقا أن بعض الشباب لا يحضر مجلس علم ولا ذكر ولا قرآن فلا تتغذى روح فلا تتغذى روحه الروح تريد الذكر تريد المسجد تريد خطبة الجمعة تريد تسمع القرآن إذا منعها من هذه الغذاءات النورانية إن خنقت داخل القسم إن حبست داخل القسم تريد تشعر في هذا الجسم إنه مجلس علم وحزن تريد تتغذى روحه 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 نعم صحيح نعم إن في مرة من مرات في إحدى التدريبات يعني على الطيران صقطت الطائرة حمده وأصيب بالنخاء هذا الله أكبر لكن في واحد من تتغذى روحه يتغذى روحه وكانت حالته صعبة جدا وكانت حالته صعبة جدا وحريزة وكانت حالته صعبة جدا وكانت حالته حريزة فذهبنا نزوره إلى المستشفى لسيطنا لنتشاهده إلى المسجد فالأطباء يعني جعلوا هذا الشاب فقط في حالة واحدة لا يتحرك يمنه ولا يسرح يوجد أن يتبسم ويضحك وفي حالة معنوية مرتفعة وكان يريد أن يمزح معنا ولقد أرغب معنا و foul ما هذا؟ آلكل أحد هذهokee أنت لا تتحرك ولا تنمات باللاب لله لا تستطيع أن تزيدци لا تستطيع أن تريدك تستطيع في هذا الوقت ovan تستطيع أب Bourg ليست مستطيع رة مسرورا تفرب الله الله أكبر قال له أنا لا أression أنا 행복ات ب την معاملança dessaෑ الله سبحانه وتعلم لا شك يعني أن هذه الروح بالذكر تتقوى وتمد الجسم والقلب بالفرح والسلوب كلما جاءت خواطر التضجر يذكر الله فتمد القلب فنحن كذلك في هذه الفرصة نصر الله يقوي إيماننا به سبحانه وتعالى We ask Allah to strengthen our faith in him And may he increase our share from his divine mercies ويبني ذواتنا بناء قرآنيا نبويا محمدية And may He establish us inwardly and outwardly through the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ So we don't fear except which Allah SWT wants us to fear And we don't desire except that which Allah SWT wants us to desire You hear the war about Russia and Ukraine and other things لا نخاف ننظر ماذا قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم so when you hear that this is going to happen a third world war or whatever it is he said we don't get scared except of what the Prophet صلى الله عليه وسلم tells us we are in a state of tranquility contentment but where does tranquility and contentment come from it is a spiritual matter it's not a choice that you have what is within your choice is the remembrance of Allah after making remembrance of Allah abundantly then the tranquility will come to the heart some people want to stop worries and concerns of their heart but they can't they're not able to do so but there are means there are actions that you can do which will prevent these worries and concerns if you're distressed or if you're distraught or if you're in a state of fear some people say I can't remove this state from myself we say you can you can actually move to another state you can actually face the quibla you can sit the way the prophet sallallahu alayhi wa sallam sat you can lower your head and say la ilaha illallah la ilaha illallah those that are not within choice will come to you like sleep are you able to put yourself to sleep straight away in one hour five times you can't you're able to close your eyes you're able to lie down and to sleep on your side and to cover yourself but to put yourself to sleep you're not able to the sleep the process of sleep is a great matter from allah sallallahu alayhi wa sallam it's one of the signs of allah subhanahu wa ta'ala that allah subhanahu wa ta'ala himself called it as a sign of him as a miracle of his that you're sleeping and then seeking the bounties of allah subhanahu wa ta'ala during the day so all these things that put us in distress and in a state of like a misery these are not within our choices however we have the choices what the habib mentioned is to get up and to make wudu and to in the last portion of the night and all these steps so we ask allah subhanahu wa ta'ala to strengthen our filip and to expand our share of his divine mercies and to prepare our inwards to receive this divine mercies for our chest to be expanded and then we rejoice with our lord subhanahu wa ta'ala and with our prophet sallallahu wa ta'ala and with the blessings and bounties of allah subhanahu wa ta'ala and the bounty of iman and islam and the ni'ma of the quran and the blessings of sacred knowledge and remembrance and the ni'ma of well-being and all the blessings of allah subhanahu wa ta'ala a means of guidance for others and a means of felicity and happiness for others and the means of elevation in ranks and to be from the special ones those whom allah loves those who spread goodness and guidance and happiness in the entire existence yazallah خوانا في المسجد على ما أتاح هذه الفرصة وفتحوا لنا المسجد جعلنا الله وياهم وتعاونين على البر والتقوى may allah reward our brothers who open this masjid for us and may allah make us from those who cooperate and work together in consciousness of him subhanahu wa ta'ala وكما جمعنا ربنا subhanahu wa ta'ala في هذه الليلة وفي هذا المكان في هذا المسجد نصلا جمعنا في جنته العالي ان شاء الله ونتذكر ان شاء الله أننا دخلنا المسجد واعتكفنا وتقلمنا كما ذكر ذلك ربنا في سورة الطور في قول سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة تبق معهم الذاكرة الأيام الدنيا لا تنقطع ذكرتهم فإننا كنا قبل في أهل فلا يزلون يتذكرون أيام الدنيا نعم Like the believers in Jannah they still remember they still remember the days of this life and they talk about their families هذه المجال استبقى في عمق الروح الموم these gatherings these gatherings remain in the depth of the spirits of the believer after a day passes over him the day of judgment that is as long as 50,000 years and the least he or she will spend underground is about 200 years in the grave so we get up when we resurrected and we remember the Muslims we used to do this we used to do that may Allah subhanahu wa ta'ala we ask him to accept us and to grant us divine success and to guide the non-Muslims to make us means of guidance and means of felicitous happiness and to spread the light of the Prophet in the entire existence and may he grant this existence prosperity through the lights of the Prophet Muhammad and the blessings of the Quran great Quran and I seek your pardon for taking a long time and I seek your forgiveness and I seek your and I seek your and I seek your construir 虹 虹 شكرا